منظومة زراعية رائدة بدأت تكتمل ملامحها في مقاطعة جيرو مختلف المحاصيل الزراعية من خضروات وغيرها سيتم حصادها خلال الأيام القادمة وبكميات كبيرة بحسب المعطيات على الأرض بعد استثمار مذمر بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص نحن بدأنا هنا على جهود شخصية فردية ولكن دخلتنا الدولة والزراعة الدولة تعطيها كلها إن شاء الله نحن زارنا هنا الطماطم والبطاط وكاروت جميع الخضروات اليوم على إذر الأشواط التي قطعت في اتجاه خلق بيئة ملائمة للإنتاج الزراعي باتت المشكلة الأكبر للمزارعين تتمثل في آلية تسويقية محكمة لإيصال المنتوج لكافة مناطق البلاد هذه تؤدي المشكلة الوحيدة عندنا مشكلة التسويق لأساس أننا عدنا مساحات كبيرة وبدأ الإنتاج له يبدأ تقريبا خلال أسبوع والله لك له يبدأ إنتاج بكميات كبيرة طبعا من المنبر مطالبين بتوفيرنا آلات ناقلة للإنتاج للا يوصل الأسواق المحلية وخاصة لمستوى نواكشوط ولمستوى نواديبو ونعرفون أن هذا أكيد لن يتحقق أن الدور إن شاء الله يخلق اكتفاء ذاتي على مستوى الوطني وذلك نموذج نختاره هم اللي يبدأ نختاره يستفاد من الوطن كامل بصورة عامة تقييم ما تم إنجازه في المجال الزراعي وتذليل العوائق التي تحول دون الوصول لأهداف الحملة الزراعية أمور عملت عليها السلطات بالمقاطعة بالتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع حملة الزراعية الحمد لله كانت من أكبر الحملات الزراعية حملة ناجحة بها الحمد لله وقفنا على عشر مشاريع كاملة بدأت تنتجتني مشجع مختلف الفاعلين في النشاط الزراعي بها التجربة مديرون هنا تعود لتطلط الاكتفاء ذاتي للمقاطعة والمنطقة بصفة عامة والوطن بزراعة الخضروات بها اللي فيم شراكات مع الدولة الحمد لله وشراكات رائدة بالقطاع الزراعي موفرة جميع المعدات الزراعية من بذور ومن مرشدين زراعي مؤطرين ومن سياج ومن آبار مياه ما تشهده مقاطعة غيرو هذه الفترة يعد نهضة زراعية وخطوة أولى لطريق الهدف المنشود من قبل الحكومة المتمثل في الوصول لسيادة غذائية تضمن توفرا محاصيل الزراعية بكافة أشكالها تاري الصادق قناة الموريتانية مقاطعة غيرو ترجمة نانسي قنقر